لا يمكن التنبؤ بالزلزال قبل حدوثه لعجل ذلك يصعب تفادي تدعياته الخطرة والتي تكون أحيانا مدمرة حسب قوته بمقياس إرغتر لنلقي مع النظرة عامة حول كيفية حصول الزلزال يعرف الزلزال بأنه اهتزاز أرضي مفاجئ ينتج عن الحركة المستمرة للصفائح التكتونية والتي تسبب تراكم الضغط على طبقات الصخور على جانبي الصدوع الواقع بين الصفائح ما يؤدي إلى تكسر الكتل الصخرية والزلاقية فوق بعضها وبالتالي إطلاق الطاقة المخزنة في القشرة الأرضية في حركة مفاجئة تنتج عنها موجات تحمل طاقة زلزالية تنتشر عبر صخور الأرض لتصل إلى السطح ما يتسبب بحدوث الاهتزازات الزلزالية تتعدد الأسباب الطبيعية لحصوله لتشمل الزلازل التكتونية التي تعدل أكثر شيوعا وهنا يحدث جراف قري وتوسع في قاع المحيط لينقسم إلى عدد من الأجزاء أو الصفائح الصلبة التي تتراوح سماكتها بين 100 و 150 كيلو مترا لتتحرك بعدها حركة مستمرة فوق طبقة الغلاف الموري التي تقع تحت القشرة الأرضية هناك أيضا الزلازل البركانية التي تحدث بسبب البراكين النشطة ولكنها ليست بقوة الزلازل التكتونية وغالبا ما تحدث بالقرب من سطح الأرض ولذلك يتم الشعور بها فقط قرب نقطة منشأ الزلزال يعقب ذلك حدوث الزلازل العديد أيضا من الأحداث والأثار التي قد تكون مدمرة ويمكن أن تتخذ أشكالا متعددة منها الانهيارات والفيضانات والحرائق وسيل التربة والسنامي ترجمة نانسي قنقر